بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة المهارات الحياتية والبحثية وهو بعنوان أحدد عناصر مخطط بحثي من الوحدة الأولى أنا باحث أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أولاً أن يحدد عناصر مخطط البحث ثانياً أن يميز بين محتويات عناصر مخطط البحث أعزائي الطلاب كنا قد تعرفنا في الدروس السابقة على كيفية تحديد المشكلة وكذلك تعرفنا على كيفية القيام بالتخطيط للبحث سنتعرف في هذا اليوم على كيفية تحديد عناصر مخطط البحث أعزائي الطلاب تعلمون أن كل ما تم إنجازه في الماضي والحاضر من اختراعات وتطورات علمية وصناعات قد خطط لها تخطيطاً صحيحاً ولم تتم هذه الإنجازات بطريقة عشوائية بل إن كل شيء نريد أن نقوم به وأردنا أن يكون مكللاً بالنجاح ويخرج بنتائج مرضية فإن كل ما علينا فعله هو أن نخطط لهذا العمل بالشكل الصحيح والتخطيط هو جوهر موضوع درسنا لهذا اليوم حيث يساعد مخطط البحث الباحث على التخطيط الجيد لبحثه إذ يوفر المخطط صورة حقيقية عن موضوع البحث وتفريعاته وحدوده لذا يجب على الباحث أن يلتزم بعناصر مخطط بحثه بدقة بما يتفق مع المدة الزمنية المحددة له والإمكانات المتاحة له الآن هيا بنا أعزاء الطلاب لكي نتعرف على عناصر مخطط البحث حيث يتضمن مخطط البحث ثابعا طريقة الدراسة وإجراءاتها ثامنا وأخيرا مراجع البحث والآن أعزائي الطلاب بعد أن تعرفنا على عناصر مخطط البحث بشكل موجز ما رأيكم أن نتعرف على هذه العناصر بشكل تفصيلي؟ ونبدأ أولا بعنوان البحث أبناء الطلاب من المهم أن نعلم بأن العنوان هو واجهة بحثك العلمي ولذلك يجب أن يكون واضحا ودقيقا وهادفا ويتناول متغيرات بحثك الرئيسة ويبتعد عن العمومية باتجاه التخصيص والتحديد والآن بعد أن انتهينا من عنوان البحث لننتقل إلى العنصر الثاني من عناصر مخطط البحث وهو مقدمة البحث وهنا أيها الطلاب لابد أن تعوه أهمية الدقة في كتابة مقدمة البحث العلمي بالشكل الصحيح وبعبارات واضحة وهادفة ودقيقة تمس جوهر موضوع البحث العلمي حيث يقوم الباحث في المقدمة بتحديد الدواعي والمبررات لبحثه ويبرز أهمية هذا البحث وعادة ما ينتقل في مقدمته أيضا من العموميات إلى الخصوصيات ومن الممكن أن يتناول الصعوبات التي واجهته أما العنصر الثالث فهو مشكلة الدراسة أعزائي الطلاب لابد أن تكون الصياغة واضحة وبعيدة عن الغموض بحيث يفهم الغرض من الدراسة من خلال تحديد مشكلات الدراسة وهي مرحلة رئيسة في الكتابة المخطط البحثي ويبرر الباحث في عرضه لمشكلة بحثه ويحددها بدقة ويحاول أن يصل لحلها في نتائج مرضية والآن أيها الطلاب لننتقل إلى العنصر الرابع من عناصر مخطط البحث وهو أهمية وأهداف البحث في هذا البند أبناء الطلاب يتطرق الباحث إلى موضوعين اثنين الأول يتحدث فيه عن أهمية هذا البحث والدواعي والتبريرات العلمية والعملية التي تتطلب إجراء البحث أما جزء الثاني من هذا البند ففيه يحدد الباحث الهدف من قيامه بهذا البحث بدقة وتحديد الهدف يساعد أبناء الطلاب على التركيز وتوجيه جهده بما يحقق الغايات التي وضعها لبحثه أما خامسا فرضيات البحث هنا أعزائي الطلاب يقوم الباحث بطرح الفرضيات لها علاقة بموضوع البحث وتعتبر الفرضية تصور مقترح لحل مشكلة أو توقع ذكي من قبل الباحث للعلاقة بين المتغيرات التي يدرسها وتشتق هذه الفرضية بعد مراجعة الإطار النظري والدراسات السابقة في مجال البحث أما العنصر السادس من عناصر مخطط البحث فهو الإطار النظري والدراسات السابقة هنا يظهر الباحث مدى تعمقه واهتمامه بموضوع بحثه وكم المعلومات حول موضوع هذا البحث ومعرفته بطرائق الباحثين الآخرين وبالنتائج التي توصلوا إليها التي يمكن أن يتفادى من خلالها أخطاء الباحثين السابقين وقد يوظف الباحث نتائج الدراسات السابقة أيضا في فهم نتائج بحثه وتفسيرها أما العنصر السابع فهو يتحدث عن طريقة الدراسة وإجراءاتها حيث يتعرض الباحث هنا لوصف كل من أولا مجتمع الدراسة ونقصد هنا بمجتمع الدراسة المجتمع الأصلي الذي تجرى عليه الدراسة ثانيا عينة الدراسة وهنا يقصد بها أن نختار جزءا من المجتمع الأصلي وتكون هذه العينة ممثلة تمثيلا دقيقا أما ثالثا فهو منهج الدراسة يختلف منهج الدراسة من دراسة إلى أخرى بحسب طبيعة البحث المقدم رابعا أدوات الدراسة تستخدم هذه الأدوات لجمع البيانات ويتم اختيارها حسب طبيعة كل بحث ومن أهم هذه الأدوات الاستبانة والمقابلة والملاحظة والاختبار والآن لننتقل إلى العنصر الثامن والأخير من عناصر مخطط البحث وهو مراجع الدراسة وهنا يدون الباحث في قائمة أولية المصادر والمراجع التي استعان بها لتطوير مقترح الدراسة والآن أعزائي الطلاب بعد أن تعرفنا على عناصر مخطط البحث بشكل تفصيلي هيا بنا لنفتح الكتاب على الصفحة السادسة والعشرين لنجيب على النشاط الأول والذي يقول افترض أنك تقوم ببحث علمي عن مشكلة رمي المخلفات في البر ورغبت في عمل جدول زمني لخطة بحثك تحدد فيها مراحل إنجازه خلال الخمسة شهور التالية المطلوب حدد المدة الزمنية التي سوف تحتاجها في كتابة كل عنصر من عناصر البحث في الجدول الآتي والآن أعزائي الطلاب أوقفوا الفيديو وقوموا بالإجابة عن هذا النشاط أحسنتم بارك الله بكم لقد كانت إحدى الإجابات على الشكل الآتي على فرض أني أبدأ بحثي في شهر سبتمبر من العام 2020 ويجب أن أنتهي منه في شهر يناير من العام 2021 فأني أقوم على سبيل المثال باختيار مشكلة البحث في الأسبوع الأول والثاني من شهر سبتمبر ثم أنتقل إلى القراءات الاستطلاعية حول مشكلة بحثي وسوف أحتاج كذلك لأسبوعين آخرين فأكون قد انتهيت منها في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر بعد ذلك ننتقل إلى الإطار النظري وهنا سوف أحتاج على سبيل المثال أيضا لأسبوعين فنكون قد أصبحنا في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ومن ثم نأتي إلى إجراءات الدراسة والتي تحتاج على سبيل المثال لأربعة أسابيع فنكون بهذا قد وصلنا إلى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر أما تحليل وتفسير ومناقشة النتائج فعلى سبيل المثال تحتاج لثلاثة أسابيع فنكون قد أصبحنا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وبالنسبة للاستنتاجات والتوصيات لنفترض على سبيل المثال أنها تحتاج منا أسبوعا واحدا ونكون بهذا قد وصلنا إلى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر وفي الختام يتم تسليم المشروع بشكله النهائي في الأسبوع الأخير من شهر يناير من العام الفين وواحد وعشرين بعد أن انتهينا من النشاط الأول هيا بنا أعزاء الطلاب لكي نجيب على النشاط الثاني من الصفحة السابعة والعشرين والذي يقول بالاستعانة بأحد الأبحاث في مكتبة المدرسة أو من على رابط أبحاث الطلبة الخاص بمدرستك حدد الآتي الآن عزاء الطلاب أوقفوا الفيديو وقوموا بالإجابة عن هذا النشاط أحسنتم إجابات رائعة لقد كانت إحدى الإجابات على الشكل الآتي عناصر كتابة مقدمة أهمية التحصيل الأكاديمي لي كطالب في المرحلة الثانوية التدخين وآثاره السلبية على نسبة التحصيل الأكاديمي أما عنوان الدراسة فنقول أثر التدخين على مستوى تحصيل طلاب الصف الحادي عشر وأما مشكلة الدراسة هي وجود ظاهرة التدخين بين طلاب الصف الحادي عشر وأما فرضيات البحث فنقول هل التدخين أثر على مستوى تحصيل طلاب الصف الحادي عشر وأما الإطار النظري والدراسات السابقة فنقول قامت دراسات كثيرة حول موضوع التدخين وهنا نتناول في بحثنا مدى تأثير التدخين على أداء التحصيل الأكاديمي لطلاب الصف الحادي عشر طريقة الدراسة وإجراءاتها وتجتمل على مجتمع الدراسة وهم طلاب الصف الحادي عشر ومن الممكن أن تكون عينة الدراسة على جزء من طلاب الصف الحادي عشر في مدرستي ونستخدم أداة الاستبانة الموجه لهؤلاء الطلاب لدراسة الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة التدخين وتأثيرها على مستوى التحصيل الأكاديمي لهؤلاء الطلاب ويمكن أن نستخدم أيضا المقابلة فنقوم بإجراء مقابلة مع مدير المدرسة أو الأخصاء النفسي أو الأخصاء الاجتماعي وكذلك أولياء الأمور أما مراجع الدراسة فتكون مراجع علمية ومراجع طبية والآن في نهاية هذا الدرس أعزائي الطلاب أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع ترجمة نانسي قنقر